سيدة دينا أهلا وسهلا بيك صباح الخير يا دكتور صباح النور أهلا بيك أنا عندي 13 سنة 13 سنة؟ أهلا وسهلا بيك يا دينا أتسارك وزني يعني 49 كيلو بس مش تخيلة للدرجة دي تمام طولك قدي يا دينا مش عارفة والله يعني طويلة وسيارة وسط ولا مش قادرة تحددي لا مش قوي يعني حاولت تخسي قبل كده حبيبتي؟ أنا لا ما حاولت مسألة كنت بعمله وبعدين سيبته طيب النظام اللي كنت بتعمليه أو الرجيم اللي بتعمليه ماما هي اللي عملهولك في البيت ولا رحته الدكتور عشان يحطلك نظام ولا عملت إيه احكي لنا تجربتك عارف دكتور سي بي سي سيفره؟ تمام هي دي كانت واحدة اسمها تالي فؤادة عاملة عشرة نصائح كنت بتطبقي النصائح العامة لفكرة الرجيم مش ماشية مع دكتور متخصص عشان يحددلك النظام المناسب لك بس ده فعلا أنا قلت لي تقليلي من كل أكلك خالص تمام وبعدين بالليل قبل ما تنامي تكلعي البلزة بيدي عليها عصير لمونت خسيت يا دينا؟ أنا خسيت كيلو وبعدين بقى لما جاءت المادات الزاعة وانت عارف بقى ساندويتشات وكده فأيه ثابت يعني أنت كنت 49 زلت 48 وبعدين تخينت تاني آه تمام فيها سألة أي سألة عندك تانية دينا؟ لا يا دوغت بس كنت عايزة بس لو في حاجة عندك أنصح من عشر نصائح حاضر أهلا بيك ومبسوط جدا أن نبتلت تفاعل معنا على التليفون من حد بسنك هرد عليك حالا بس في فرق ما بين النصائح العامة لإنقاص الوزن وما بين نظام غذائي محدد لإنقاص الوزن الجملة دي أنا بقولها لدينا ولكل الناس اللي بتسمعني النهاردة دايماً وإحنا في البرنامج بتاعنا بنحاول نحط خطوط عريضة بنحاول نعمل نوع من أنواع التوعية بنحاول نحط أساسيات المريض أو اللي بيشتكي من زيادة في الوزن يمشي عليها قدر الإمكان ولكن وتحت كلمة ولكن دي كزخط في فرق ما بين إننا أقول إحنا المفروض نشرب 8 أو 10 كبات ماء في اليوم إن إحنا المفروض نستخدم العيش السن أو العيش المعمول من دقيق الأمح الكامل أو العيش البني بدل العيش الأبيض أو العيش الفينو إن الفراخ أو اللحمة تبقى معمولة بطريقة صحية مشوية أو مسلوقة أو في الفرن إن إن البيض ما يكونش أكتر من 3 أو 4 بضات في الإسبوع والناس اللي بتشتكي من كوليسترول يبقوا مرة أو مرتين بس في الإسبوع إن السمك إن أنا أخذه 3 مرات في الإسبوع إن زيت الزتون بيقلل الكوليسترول الكل دي نصائح أما هي حقيقية ومفيدة جدا جدا ولكن الدكتور هنا هو اللي بيقدر يحط النظام الغذائي المحدد المناسب للشخص ترجمة نانسي قنقر